ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماعا طاريا لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية لمناقشة تطورات أسعار صرف العملاء في ضوء التغيرات الأخيرة والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه هو النتائج التي عكست على سير الصرف العملة الوطنية وتدارس الاجتماع الذي ضم محافظة البنك المركزي اليمني أحمد غالب وزير المالية سالب المريك مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الاصلاحات وتعزي مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزي الإرادات العامة ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها ووقف الاجتماع أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية وهجماتها المستمرة على السفر التجارية والملاحة الدولية إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات وأطلع الدولة وطلع دولة رئيس الوزراء من محافظة البنك المركزي على الإجراءات العاجلة التي أقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع خمسين مليون دولار لافتا إلى تزايد الضغوط على سعر الصرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف كما قدم وزير المالية إحاطة حول الوضع المالي والأدوات المتاحة لدعم السياسة النقدية بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية وأكدا أن الوزارة بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء تعمل على تعزيز التنسيق وجوانب التكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وعادة ترتيب الأولويات ما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد وأقرر اجتماع عددا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف وآليات تطبيقها بصورة عاجلة وأكد دولة رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة تدرك جيدا التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معاشة المواطنين اليومية وأنها تعمل بكل جود لوضع حدا لذلك وأهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة الحكومة والبنك المركزي وأحجد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعاشي كما أكد دكتور أحمد عوض بن مبارك دعم الحكومة لإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر الصرف العملات الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية مواجهة بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصاد ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر الصرف العملة الوطنية والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة